اشتركوا في القناة وانا شاكر له تواجده معي اعلاميا في بهو عالي اهلا وسهلا بك استاذ مهند احياكم الله وحياكم المشاهدين الله يحييك استاذ مهند انا يعني محتار في اللقاء انا لا اعرف هل انا اتكلم عن مهند كمخترع بغض النظر عن الطموح وبغض النظر عن مسألة انه مخترع كفيف لان هذا بحد ذاتي بعيدا جدا عن كلمة كفيف موضوع يحتاج النقاش الطويل حتى وان كان الامر عاديا يعني اما اذا كان الامر غير عادي ان يصل الى الاستحالة ويكسر هذا الاستحالة ويخترع امور تصعب على المبصر ايضا هذه حالة اخرى فانا سابدى بالحالة الغريبة مخترع كفيف سعودي فخر للعالم العربي كيف تشعر بهذا اللقب اشكركم بالبداية على يعني هذه الاطراوة المجاملة انا لا زلت في اول الطريق ويعني هناك كثير من المواهب في السعودية تنتظر ان تتاح لها الفرصة لكي تظهر نفسها للمجتمع ويمكن وضع ربي عاتقي هذا الهدف وبصراحة الان تحولت تحول جذري في مسار حياتي من كوني مخترع الى اتجاه اصبحت ناشطا في مجال الاختراع كمدرب وكمؤلف وكمدير لمشاريع في خدمة حول المخترعين سواء في السعودية في الخليج او في العالم الاسلامي ككل جميل قبل هذه الفقرة كان معي احد الاساتداء يتكلم عن الاجازة للطالب وانه يغيب قبلها باسبوع بعدها باسبوع ودائما ما يعزه هذا السبب من الجامعة انها الجامعة ضعيفة وكذا تستغرب هذا الحديث اقول لك هذا الحديث لانه دائما عندنا ثقافة الشماعة يعني يقول اكبر صندوق يوجد في الوطن العربي هو صندوق الاعذار يضع الناس في اعذارهم كثير يعتذر يقول لدينا طاقات لكن لا يوجد مجال لا يوجد منبر لا يوجد دعم كيف وجد مهند ابودي هذا الدعم هل انت خاصا تختلف لو اراد الانسان ان يبدأ في اختراع الاعذار فهذا اسهل شيء بصراح الاعذار يعني مشارك برك الله لدينا منها الكثير ولا استطيع ان نبتكر يعني اعذار مركبة واعذار فردية واعذار لكن الشخص الذي يريد ان ينجز في حياته يريد ان يصل الى شيء ما فاخر ما يفكر فيه هو العذر نعم يعني يجب عليك يعني يجب عليك يعني قدما نقول انه انه ما يوجد عذر واحد مقنع للتوقف لذلك يعني اللي حصل معايا يعني الناس كلهم عذروني نعم طيب الان انك في مشاهدين القصة معروفة وانت معروف الان على مستوى الخليج العربي معروف شكرا خير وهذا حقيقة لكن مثلا نقول القصة بشكل سريع طيب باختصار يعني انا بدأت عمري بدأت حياتي كمخترع في عمر العشرين او الواحدة والعشرين نعم اصدت في حدث سير كبير حصل يعني بعد زواجي بسبوعين فقدت من خلاله بصري وساقي اليمنى نعم ثم رجعت الى الجامعة وطلت منهم ادرس الهندسة هذا كان حلمي حلم اهلي نعم والحمد لله درست الهندسة وتخرجت بمرتبة الشرف والان مستوى الماجستير جميل هذا الاختصار جميل طيب هل كان الاستاذ مهند بودية مخترعا قبل الحادث او فقط بعد الحادث بعد الحادث نعم انا كنت مخترع من قبل الحادث او مخترع منذ ان كنت صغيرا يعني نعم لكن كان الاختلف بعد الحادث وانه توجهت يعني يعني بدأت انه اميل اكثر الى خدمة المخترعين نعم لانه يعني كانت مسيرة الاختراع بالنسبة لي صعبة جدا نعم لعدم وجود خدمات في ذلك الوقت او مؤلفات او خدمات معرفية نعم واشياء كثيرة كان يحتاجون المخترعين لم تكن موجودة نعم فيعني بعد الحادث تغيرت المسار حياتي وتغير حلمي واصبح تركيزي اكثر على ابتكار المبتكرين على اختراع كل شي يحتاجونه من اجل اللا نضع اي عذر لا اي احد جميل في يقول اني لا اصطيع ان اخترع وان شاء الله الان قريبا نعم سيتم تتشين موقع على الانترنت بعنوان اخترع في السعودية جميل هو عبارة عن بوابة للخدمات والمعرفة التي يحتاج اي مخترع في السعودية جميل طبعا انا عندي ايسيلة كثيرة على اختراعاتك هذا لكن خليني ايسيلة كي يعني كل مشاهد يعرف مهندا بودية اكثر اقرب الاختراعات الى نفسك او الى قلبك والله اختراعاتي كابناء الانسان لا يستطيع ان يقول اي اختراع افضل ولكن اكثر اختراع ممكن تعبت عليه كان غواصة صقر العروبة جميل هي الغواصة التي يعني اخذت مني وقت وخاصة انه كانت صعوبتها الكبرى بعدد مرات المستحيل التي سمعتها يعني يا الله في اما هذا الغواصة وانا بطبيعتي عندي عشق غريب للتحدي جميل فكنت اسمع دائما كلمة الاحباط فدماغي يقوم بتحويلها الى كلمة تحدي يعني اللي يقول لي مستحيل او يقول لي انت ما تقدر ولا صعب عليك كأنه يقول لي اتحداك ليت لمثل هذا العقل مثل هذا النوع من العقول يعني نسخة كثيرة في الوطن العربي طيب انا اسألتك عن الاختراع هذا نعم فقط لابين للمشاهد ان الذي امامي هو مخترع حقيقي متقدم وليس اي مخترع الان ساسأل السؤال الذي ينبني على هذا السؤال طبع ما حقيقة المؤامرة هل هي صحيحة برأيك ان العالم لا يريدنا ان نخترع العالم يعطل لدينا مواهب لكن العالم يوقفنا امامه هل هذا صحيح ام فقط نريد العزيمة بصراحة يعني ممكن ممكن يعني نفترض يعني انه كونه شي صحيح انه العالم لا يريدنا كمنافسين لكن هذا نحن اصلا بعيدين جدا عن المنافسة نعم حتى يخشوا من من بالضبط يعني هو طبيعي ان الكل يخاف من المنافسين هذا شي طبيعي جدا وهذا ليس مؤامرة ليس مؤامرة ليس شي طبيعي جدا ان الكل يخاف من المنافسين نعم لكن هل نحن فعلا وصلنا الى مرحلة المنافسة احنا في يعني مسار بعيد لازلنا سنصل ان شاء الله يعني عدم وجود مخترعين هو سبب داخلي وليس خارجي هو بسبب انفسنا ليس خارجي ليس والله يصايح علينا من الدول الاخرى تقول لا اوقفوا مشاريعا لا ابدا ابدا يعني انا احد مؤسسي جمعية المخترعين السعوديين نعم وعشت مع المخترعين من مدة طويلة وهذا الكتاب الذي معي الان هو عبارة عن خلاصة الجلوس مع مخترعين من اكثر من 40 دولة جميل ما اسم الكتاب دليلك الى ريادة الاختراع جميل هذا الكتاب هو اول كتاب عربي تفصيلي يشرح كيف تصل باختراعك الى من البداية للنهاية جميل وحصل على جائزة دولية من تحاد دولي للمخترعين ما شاء الله وسيترجم الان لأكثر من اللغة ما شاء الله طيب انا عندي اكثر من سؤال انا وصل لنا هذا بكرة الكتاب السؤال الاخر هو انك ذكرت انك يعني كنت طالبا في الهندسة وتخرج من مرتبة الشرف الان انت طالب ماجستير في ادارة الاعمال نعم ما العلاقة نعم كأن العلاقة بعيدة طيب درست في جامعة الملك فانتروم المعادن جامعة الحبيبة ثمانية سنوات في مجالات التقنية نعم واختت منها البكريوس في مجالة الصناعية فتبحر في التقنية ساعدني في مساعدة المخترعين على الوصول الى اختراعاتهم بنجاح وتنفيذها جميل فلما شفت هذه المشكلة بدأت اتعلم والان ادرس في مجال ادارة الاعمال لكي افهم بعمق بتخصص كيف استطيع ان اجيب على اسئلة المخترعين وان اساعدهم في تسويق اختراعاتهم وتحويلها لمشروع تجاري هل وجدت في التخصص بما اننا في قناة عالي ونتكلم عن وزارة التعليم العالي هل وجدت في التخصص ما يشفي غليلك او ليس يشفي ما يجيب على اسئلتك فعلا هل المادة العلمية المطروحة في برنامج الماجستير مؤهلة الى ان تجيب على اسئلة مهندة بالبدية والله انا اسئلتي لا تنتهي نعم وشغفي بالمعلومات اللي احتاجها لا ينتهي اقصد هل هي يعني مؤهلة كفاءتها عالية المعلومة التي تتلقاها في الكرش الجامعة نعم نعم انا لا راح اتلان انها معلومات طبعا فقط اريد ان اوصل النقطة نعم تفضل ليس كل الاشياء هي الاشياء التي تقدم لك هناك بعض الاشياء لازم ان تبحث عنها بنفسك نعم يعني هل الكل الكتب اللي عندنا في الجامعة احنا عارفين كل اللي فيها نعم قد يكون فيها اشياء من جدا عظيمة جد 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 ولكن نحن لا نقرأ نعم فنحن ننتظر فقط ما يعطيها لنا الاستاذ في الجامعة نعتقد ان هذه هي المادة لا المادة هي الكتاب بالكامل هي كل المصادر المعلومات اللي يجب ان تبحث عنها بنفسك فمجر نظري حتى الان الامور كلها جيدة في ادارة الاعمال وان شاء الله نتخرج ونفيد المختلعين باذن الله باذن الله اذا هو طالب ماجستير في ادارة الاعمال وكان طالب في الهندسة عاش حياته وشبابهم من البداية مبصرا حدث له حادث الحادث كان له يعني داعم انصح التعبير وحولت هذه الكلمة من لا استطيع الى انا اتحدى المعروف مهند جبريل ابو دية ضيفي الاخير في هذه الحلقة شكرا لك شكرا على وجودك شكرا على حديثك عن الاختراع شكرا لدعمك شكرا لك وهذه هي النسخة من الكتاب هدية لك شكرا لك شكرا لك اخي مهند شكرا لك شكرا لك شكرا لك